أقام محامون أمريكيون دعوة قضائية غير مسبوقة في نيويورك تتهم قطر بتمويل أعمال إرهابية في منطقة الشرق الأوسط تسببت في مقتل أمريكيين وبحسب وسائل علام أمريكية تهمت الدعوة مؤسسات مالية قطرية يسيطر عليها تميم بن حمد بضخ مئات الملايين من الدولارات لدعم جماعات إرهابية في مصر ودول الخليج وأشهرت الدعوة إلى أن قطر استخدمت مؤسسات خرية من بينها جمعية قطر الخيرية التي تأسست عام 1992 في خرق النظام المصرفي وإدارة عمليات مالية مجبوهة لتحويل الأموال اللازمة إلى الجماعات الإرهابية وتمويلها للقيام بمخططاتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وتقول وسائل علام أمريكية إنه من المرقح أن تؤدي الدعوة إلى تأجيج تحقيقات الكونغرس الجارية في دعم قطر للفصائل الإرهابية وغيرها من الجماعات المناهضة للولايات المتحدة